الناس اللي كي يعانون مشكل دي القبض فهنا كيكون ستين في المئة فيهم كيكون عندهم واحد المشكل ديال قلة الألياف التغذية الناس ما كتاكلش الخضرة ولا ما كتاكلش بعض الحبوب الكاملة فهنا مثلا يقدروا يستعملوا الشوفان سواء في حسوها سواء الشوفان يستعملوا في الخبز ويطيبوه مع القمح فهو مهم جدا وكذلك بالنسبة للخضر فانا واحد الوصفة جميلة جدا واحد الوصفة اللي كتعطي واحد فائدة كبيرة فهي الأطفال وكذلك الكبار فهذه الوصفة ديالنا غدي ناخدوا فيها واحد الباربة متوسطة اللي كنوصلوها وكنناخدوا فيها واحد الجزارة كنحكوهم زيان في الحكاكة ومن بعد كنعصروا ذاك ذاك العصير ذاك العصارة ديال المواد هادي وكننوليو هاداك المادية لهم كنشربوه في الصباح على الريق يوميا ولكن ناخدوا واحد المعلقة صغيرة ديالزيت زيتون وهدي على فكرة الوصفة ديالي حصرية لانها كتحسن لنا من إفراز الصفراء اللي هادرنا عليها هاد الصفراء هي ديك المادة اللي زيجال لي كتعاوننا لتخلص من الفضلات بوحد طريقة سريعة نعم المشكلة ديال القبض هو العصر الهضم اللي يقدرنا عليه عندنا واحد تخمر المستودي الجهاز الهضمي ديالنا وذلك التخمر اللي في واحدة البكتيريائي اللي كتعطيناها دنوع ديال تخمر هي اللي كتعطيناها نبيعات ديال الغازات دونك الغازات منك تطلع وكتنباعت وخاصة غازات الكبريتية كيولي عندنا هاد الانتفاق في البطن ديالنا وما كيهبطش وهاد الانتفاق ما كيتحييتش طينا للكبسكة ناعم خاصة عندنا مشكلة الكفيد بها النصفấp هاد البرس Scamon وبيع مواقص بأانتفاق وشعرة الطريقة أدي الإخطال نصفيل الأخ though ليست المحك کے مسامك الزمين ونضيف لهم الماء المغلى ونضيف لهم الماء المغلى ونشرب هذه الوصفة في الليل فهي تساعد في حيوية الجهاز الهضمي وتساعد في امتصاص المواد المفيدة وتساعد كذلك لكي تجعل هذه الأليف التي تكونوا ناخدها ونخلص الفضلات بطريقة سريعة تمزيار الحموضة سوف نعطي هذه النباتات بالنسبة لأخوات داخل أرض الوطن لدينا الكامول البلدي ناخده بلا ما نطحنه يتغسل بالطريقة المغربية التقليدية ونضيف معلقة كبيرة الكامول البلدي ونضيف لها ماء الماء المغلى ونشربه في الليل كل الليلة ندوم عليه هذا مزيار الحموضة جوج الزعطرة يتغسل الزعطرة ليس الزعطرة ليس الزعطرة ليس الزعطرة ونضيف لها كل صغير المغلى حتى يطلق هذه الوصفة خلال شهر رمضان نشربها مرة الفطور من الساعة وخلال الأشهر العادية نشربها نص ساعة بعد الفطور في الصباح هذه كذلك وصفة مهمة جدا وكان واحد الوصفة نخلط واحد جوج مكوينة دائما نحضر عليهم ومهم جدا هما الخرب والنبق ما عندهم ما عندهم لكن انتقادات بمعكد الأمور هذه وحتى الأخوات اللي يسمعون لنا اللي عندهم هذه المشكلة ل الحموضة ويستفدوا إذا الخرب والنبق معلقة كبيرة دائما نخلطوهم مزيان معلقة صغيرة من هذا الخليط كان لنا الختيار إذا غربناه مزيان نسفوها يعني ناخدوا بالفم دائما يعني نناكلوا ذلك معلقة صغيرة دائما ونشربوه عليه الماء ما قديناه كنديرو هاد المعلقة صغيرة في نصف كالصغير دائما الماء المغلاحة كي يطلق ويطلق مزيان واحد المدة ربع ساعة ومن بعد كنشربوه على الريق في الصباح خلال شهر رمضان كنشربوه في الصحور هو آخر حاجة كنشربوها في الصحور شنو الدور دائما الخرب والنبق فيه لوسيليكا فيه واحد نوع دي الجيلاتين طبيعي واحد السيليكون طبيعي اللي مني كي هبط لنا الحموضة وخاصة لي كتكون درجة الحموضة كبيرة كي يمص ديك الحموضة بحل شكل اونيب بونج كيتمص ديك الحموضة وكتغلف لنا الجهاز الهضمي دينا وكتغلف لنا المعدة دينا وكتخليها دائما محمية ما كتتطرش بهذا السيديتها دي والله يجيب الشيفة الجميع لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة